أزمة النفايات آخذة في التكدس وباتت تنزر بعواقب صحية قبل فضل المناقصات والعروض تجنباً لهذه الكارثة الصحية مع غياب أي حل في أفق الأزمات الحكومية بدأ اتحاد بلديات الغرب والشحار وهي المنطقة المعنية مباشرة بأضرار مطمر النعمة بدأت البلديات باستحداث مطامر موقعة في مشاعات كل بلدة على قدر الإمكان رئيس كان بمشروع كتير مهم حكينا الأليات المكانات الصغيرة عم تبرم بالأحية الضيقة عم تشيل الزبالة مثل ما عم تشوفه وعم تكبع الودي على المطمر بحرج عم يتم فرضها وعندنا أليات كبيرة سوين جيسي بي مع سكتريك مع كاميون كبير للطريق العام عم يتم فرض شال النفايات بالليل بسبب عشقة السير بالنهار وعلى الرغم من الإمكانيات المادية المحلودة وحرمان هذه البلديات مخصصاتها فإنها استأجرت بعض الآليات لرفع النفايات عن طرقات نتيجة تقصير الحكومي وتحديداً وزير البيئة محمد المشنوق وعدم التزامه بالوعود اللي قطعها لألنا اضطرنا مجبريين وضمن الإمكانيات بسيطة أن نرجع نعالج أمور النفايات بقرانا وبلداتنا بطريقة كتير بدائية لكن منشان نرفع ضرر عم بنا بلداتنا وقرانا في المنطقة استأجرنا أليات عملنا تعديلات منشان نرفع الحاويات لنطقيله بالأحياء عمنا عمال عاديين للبرامد الصغيري مثل ما شايفين إذا بتحبوا تشوفوا هذه الجورة عملناها هون منشان تستوعب بعض النفايات للمنطقة لبيصور وبعض المناطق الثاني في عندنا مشاكل بقرى الشحار في بعض البلدات مثل ما تفضلت أنه ما في عندنا مشاعات تستفيد منها بكل حالات نحن مأمنين حالنا ضمن إمكانيات بسيطة ومتواضعة ولكن إلى متى فينا نستمر هذا السؤال وتقوم بعض البلديات بعمليات فرز بدائية وعممت على مواطنيها ضرورة المساهمة من خلال الفرز المنزلي نحن ضد ستة شهر وضد الأسبوع نحن كنا مطالبين مغازيل البيئة أنه وعدنا بحال قبل 17 سبعة وهو وعدنا أنه مطمر النعم مقفل لأنه في عنده خطة بديلة للأسف ب16 سبعة طلع علينا حمل بلديات مسؤولية واتحت البلديات ضمن إمكانيات متواضعة أو بسيطة يعني هذا الموضوع ما فينا نحمله نحن لليل يوم لجمة وانت شوفت عينك مثل ما نك شايف هذا ما أنه عمل صحي بيئي بامتياز الأمر عينه في بلدات الإقليم إذ قامت بلدية شحيم بإزالة النفايات ونقلها إلى أحد المشاعات إلى حين إيجاد الحل الشامل من قبل الحكومة والوزرات المعنية عملية رفعت ضرر عن شوارع شحيم بما أنه الدولة معطلة وصارت وقذرت المشكلة على البلديات ووضعنا خطة عمل نحن سأطوارئ اللي هي عملية دغري كلفنا متعهد ومع آليات البلدية لنقل هالنفايات على عقار ملك للبلدية نحن هالعقار هاي اللي هو مشاع وملك للبلدية نحن رح نحط النفايات فيه مؤقتا لكنا ورح نقوم بفرز هالنفايات الحال ليست أفضل في الجنوب وتحديدا بلدة الكفور قضاء النبطية حيث اعتصم حشد من الأهالي على الطريق المؤدي إلى مكب النفايات في بلدتهم الذي يستخدمه اتحاد بلديات شقيف في تصريف النفايات من بلديات الاتحاد مانعين الشاحنات من إفراغ حملتها في المكب وقد عادت من حيث أتت وأكد الأهالي أن اعتصامهم مفتوح لإقفال المكب نهائيا بعدما تحول إلى مصدر للأمراض التي تفتك بالمواطنين في البلدات والقرى المجاورة بسبب انتشار الزباب والبعوض والحشرات على مختلف أنواعها باثل العريضي قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر